السلام عليكم كديري أتمنى ان شاء الله ستكونوا كاملين باخير اليوم ان شاء الله نضي لكم حد الفطور مع واحد تحلية لسهل ما فيش روينا ما فيش تعمارة يعني هالشيعة توجدو من مغامدة بتحلية غناخد هناك كاس ديال سكر سانيدة واحد تقريبا اربع كاس ديال عنباء ديال الماء كندرهم هم اللولين طيبو يعني كنصوب السوس ديال الكراميل كندر سكر سانيدة هكا يقول لي كاراميل كننحرك فيه مزيان باش كينساجم وليقع الحبيبات ديال السانيدة ضروري نخلط باش مكيت تحرقش ليا كننحركه مزيان كنحس باننا السانيدة كلها دابت وكنزيد هاد الماء شوية بشوية وردو البال لانكي تلعو حد البوخار اللي خطير وكيحرك رجل شوية اللور سافي كننحرك فيه حتى كينساجم مزيان دائما مع التحريق تاكيبا لكم ان الكراميل سافي نساجم مبقات فيه تشي تكتولات تشي حاجة كننجد واحد المول ديال الكيك او اي مول عندكم كنحط في هاد الكراميل هادا حاولو هنا تزربو لانه وضغيه كيكرم سرعة سرعة وكنديعو على المول كامل كننجد 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 تحليل كننجد 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 الماء كما ترى كما ترى يوجد الكراميل كراميل أو الفلون كراميل يجب أن ندخل الفران و نجعل الفران و نجعل الفطور يعني الطبق الرئيسي نقوم بإمكانكم أولاً و لا نخلطه بثاف اليوم قررت نقوم بإمكانكم كما ترى ، هناك مدير السابق كما ترى نحرك بشوية بشوية حتى نساجم العناصر كاملين أو التوابل كاملة نحرك بشوية مطلق نحتاج الخضراء ندهن هذه الحوتة ناديجة مطقبة ندهنها بشوية بالعطرية نضيف مع السلاد ننقيت الخضراء كاملين وتغسلتها مثل الخضراء اللي موجودة بالحال حيث ما غندير السالاد لأنا ضروري كندير السالاد يوميا من اللي غندير هاد الخضراء مع الحوصة ما نحتاش نديرها بقات لي هديك العطرية في البانيو انو تحطيت فيها هديك الخضراء كاملة هنا انا مسر عليكم فيديو باش مايجيكم ش طويل يعني مختصر وسمحوا لي على التعطاء لأنش حال هدي ما حطيت كتعرف رمضان في قوة الإنسان كي هي وما كيقدرش يبقي حد نزل كل نهار سوف تقريبا هدي أسبوع ما نزلتش المهم كما كتشوفوا الخضراء كلها عمرات عطرية مزيان سوف يكون حط هديك الحوتة في الوسط تقريبا رخليت هتبارك الله شربات العطرية مزيان كنقطع فوق منا الحامض مسير او الحامض خضر عادي مهم الحامض ضروري ضروري في الحوت إلا ما جاش لما درشوه سبحان الله كي تبقى بلاستو كتبقى ناقص بلاست الحامض هنا خديس ما تطيش شرائح الخضراء كما قلت لكم انا بدرتش كل شي تغير بتاتا خيززول في الفلاء شوية ديال القرعة ما كترتش بزاف الخضراء حتى بات الحار ما كيت تكاجدك شي بزاف سافي خديس ازدو حد شوية ديال الماء باش ما تطيعش لي العطرية في البانيو او شلالتو حتيتش من الفوق آية ممكن لي ندير الزيت من الفوق الزيت كما كتشوف ورما ما درتوش مع العطرية هنا هي زيت الحامض خضر كنت ازدو الحامض خضر كنت ازدو حديث كم ندرت هذا كم السير زيت علي الحامض خضر سافيو زيت الزيت من الفوق قمت بتسويق المنموم هذه القليلة ضربة لتلاجة و تضيفة مقابل لتجمع الكراميل و تحللها من الجناب لن يسقط نحللها جيدا وردها لن يسقط لأنه لا يسقط تحللها احتمل الواسط سوف نضيفها كننزلها في هنا رقطعت لكم واحد المقطع تخوى لي شوية من السوس موهم هدا هو الفلون كاراميل ديالنا كيجي روعة 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 خطير خطير مانقوشكم البنة ديالو هنا بتزين را كيبقى اي اختيار يعني اي حاجة بغا تزينو بها زينو بها بغيتو المكسارات بغيتو لي فخوي انا خليتو بحالك عادي ما محتاجتش نزينو كيجي روعة وهدا الفلون ديالنا كنحتاجو هاكا يعني ديسير ورا الماكلة او لفصحور او لها كمورة الفطور دبال انسا مليكي فطر ضروري كيحتاجي حاجة حلوة مورة للفطور بها كمليكي يجي من التراويح اللي ما كيبغيش ياخد سلوءاتي يرا كيياخد هادي باردة سوف يخليزها هنا يحتى بردات كيما كتشوفو هالشكل ديالا واندوزوا الفطور ديالنا هذا هو الفطور نفيه لا تعمارا لا تخسيخ لا روينة لاوالو كيما شتو قدام عينيكم جمعت كل شي في اللاتا دخلتو طب درسمعو حد شليدة خفيفة هنا الماما كتبغيش لادة خضرة كتبغاش طيبة هنا البنيات دارو هادش لادة ديالهم ما كيبغيش يستغنوا عليها هادي الليبات والطون والخضرة هادي كيبغيو يديرها من غير سالات الاخرى حيز ما درش ديهم اليوم سالات دارو هادي يوم روسهم والحريرة والبريوات الشباكية التمر هادش مكت يعني مكت تخلاش منه المائدة المغربية والحمد لله الخير في كين في كل دار غيب غيت نصور معاكم الفتور ديالي و ما حيتش حالها دي ما صورتش ولوصلتو حسن الهناية ما تبخلوش علينا بلي جيم ولي كومونتار وحد الابوني بش ديما الفيديوهات ان شاء الله يتلعوا ليكم ودعمو هاد القناة وانتلقوا ان شاء الله في فيديوهات جداد بإذن الله اشتركوا في القناة